ارجعنا لكم من جديد مع تاني فقراتنا النهاردة خلينا نقول ان حلم معظم البنات انهم يكونوا ملكات جمال عشان كده فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن مسابقة جمال العرب وهي من اهم المسابقات ملكات الجمال في الوطن العربي كله عايزين نعرف يا تارى ايه شروط التقدم للمسابقة دي ازاي نقدم المعايير اللي بيتم اختصار الملكة على اساسها خلونا كمان نقولكم ان الملكة الفايزة بيكون عليها مهام ومسئوليات كتير جدا كله ده هنعرفوا من ضيوفنا اللي بنورينا في السستوديو النهاردة الدكتورة حنان النصر رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب صباح الورد عليك يا فندم صباح الفل خلونا كمان نرحب بملكة جمال العرب لعام 2020 الهام بالمخفي صباح الورد عليك خلينا كمان نقول ان الهام مغربية نبتدي مقا مع استاذة حنان وليه بقى الفكرة يعني انتي صاحبة الفكرة بتاعت ملكات جمال العرب الفكرة جات ازاي من ايه يعني خديني بقى من الاول للاخر وليلي بالضبط انا كتبت الفكرة سنة 2002 يا خبر اه وسجلتها بكل يعني وسائل التسجيل في مصر وفي العالم العربي من 18 سنة اه من 18 سنة ابتديتها 2006 ابتديتها في شرم الشيخ بفكرة جند جديدة ما حدش عملها قبل كده وكانت لتنشيط السياحة العربية على مصر كان نوع او هدف من الاهداف للمهرجان يعني وهي المسابقة بتتم داخل مهرجان السياحة العربية المسابقة ابتدت تجبر تضم 22 دولة عربية بعد ما كانت بدية بعشر دول الفكرة وصلت لكل العالم العربي تتذكري ايه اول عشر دول اللي بتابت بيهم المسابقة؟ اه ما كانش طبعا فيه دول الخليج خالص لان دي كانت دول يعني لسه ما وصلتهاش الفكرة كانت فيه الدول اللي هي اصلا بيبقى عندها ميس يعني زي تونس الجزائر المغرب لبنان مصر يعني ده ملكة جمال خاصة بالدولة يعني بالعرب او لكن دلوقتي يبقى كل الدول فيه عندنا فيها وكلة فيه كل وكيل بيعمل حفلة مصغرة بيختار بيها ملكة جمال العرب اللي تمثل دولته وبعدين بيجتمعوا كلهم هنا في مصر فيه الحفلة الختامي او فيه المعسكر الختامي لاختيار ملكة جمال العرب هي دايما بتتعمل في مصر يعني؟ هي بتبدأ بمصر باختيار ملكة جمال العرب مصر ثم تختتم لاختيار ملكة جمال العرب الختامية ملكة جمال العرب العالم العربي ايه تذيته اول جولة بملكة جمال العرب؟ هي بتبدأ في مصر ثم بننطلق بنسافر يعني في غير احداث الكورونا بسافر انا والكوروه لكل دولة عربية بنختار الملكة اللي تمثل الدولة بالاتفاق مع وكيل المسابقة في الدولة دي هي يعني مش حدث بيحصل في دولة بعينها لكن بيبقى فيه في كل الدول لانو حدث كبير ده حدث انترناشنل طيب الهم اولا مبروك مرسي سانيا ايه اللي خلاك ان انتي تقدمي في حاجة زي كده وقاتلك الفكرة منين انك تقدمي فيها اولا انا كنت ملكة جمال المغرب فكان لازم امت البلدي في المهرجان ده ملكات جمال العرب واي فتاة بحل ما هتكون ملكة ليه؟ حبي للجناعة لا لا ليه السؤال ليه شعر السؤال ليه يعني انتي ايه اللي خلاك ان انتي طيب انت يعني وصلت انك ملكة جمال المغرب ايه ليه قررت ان انتي حتى تكملي في هذا الدور يعني انك تكملي في هذه المسابقات وتكملي في هذه المهرجان ده اول شيء حبيت امتل بلدي وحبيت امر بهالتجربة يعني انا بتجارب المسابقات يعني بتستهويني فكان بالنسبة لك امتحان والحمد لله توفقت فيه الحمد لله والحمد لله طيب انا عايزة اعرف يا دكتور ايه المهم اللي بتكون ملكة الجمال مطلوب منها انها تعملها وايه الصفات اللي المفروض تكون موجودة فيها يعني اي حد في دماغه بيسمعنا دلوقتي في دماغه ملكة جمال لازم تكون شكلها جميل بس خلاص هي ملكة جمال فهي اذا ان هي شكلها جميل بس الحقيقة الموضوع مش كده خالص الحقيقة ان ملكة الجمال دي المفروض يكون فيها صفات معينة وحاجات كتيرة تانية غير بس الشكل الخارجي فياريت نوضح للناس ايه المعايير والمقاييس اللي بتختاروا بناء عليها ملكة الجمال هو احنا بالنسبة لنا كما ملكة جمال العرب هي على مدار السنين كلها بيبقى عندها برنامج تشاريتي بتعمله زائد برنامج سياحي برضو بتعمله فالبرامج دي بتخلينا في الاختيار بنحط معايير معينة ان هي تكون عندها قوة تحمل عندها رغبة في العمل الاجتماعي التنموي تقدر تقدم بلدها بشكل مميز جدا تكون برضو سلوكياتها متوازنة تكون يعني نشيطة رياضية او المعيار الجمال بيمثل كم من انك تقولي خلاص بنسبة كذا دي هتكون فايزة عشان شكلها لا ما بيكونش بالطريقة دي ابدا لانه حضرتك بتدخل في اختبارات كتير جدا اولا فيه 15 يوم بالاضافة يعني بغض النظر ان هي جات من بلدها والريدي هي واخدة ملكة جمال العرب لبلدها بتدخل هنا في 15 يوم برنامج تدريبي تسقيفي فيه اختبارات فيه اختبارات فيه امتحانات تحريرية وشفاوية فيه مسابقات حتى مصابق الطبخ بتدخل في مصابق الطبخ يعني لازم الهام عملت ايه في مسابقة الطبخ عملت طاجين جانتي طاجين طوال طعم طالع ايه هي اكيد كويس ما هي طالع حلوة اوي ده ما هو ده من عشرة دي من عشرة هي بس الحاجات دي هل بيتم يعني تنمية المهارات دي ولا هما بيبقوا جايين عندهم المهارات دي لا تنمية المهارات هقول لحضرتك يعني مثلا انت بتعمله اختبارات اه حتى اكتشاف اكتشاف المواهب بيتم في الايفنت نديهم محاضرات بيناقشوا حاجات مهمة تكون تهم الفتاة العربية في السن ده يعني مثلا زي تصرب من التعليم الزواجي المباك بنفتح لهم مجالات حديث كتير ومواضيع كتير بعيدا عن السياسة والدين كل حاجة ممكن نناقشها مواضيع اجتماعية اجتماعية ولها علاقة بالمكتب الاتكات التجميل الملابس ازاي تختاري ملابسك ازاي يعني بالعكس البنت او انا هقول لحضرتك يعني البنات لما بييجوا وهم ماشيين بعد الخمستاشر يوم انا بحس بتغير كبير جدا حتى في شكلهم في احساسهم ثقة بالنفس اه ثقة بالنفس بنيدي حاجات بنيدي ازاي تقف على المسرح ازاي تتكلمنا في مثلا بنت تبقى دكتورة مهندسة هي عمرها ما مشت على الكات ووك عمرها ما طلعت على مصرح طب لا احنا عايزين بقى ان اقف هنا ونسأل الهام ايه اصعب الاختبارات او التدريبات اللي انت موريتي بيها في خلال المسابقة دي وكت فعلا كنت حاسة انها فعلا صعبة عليك هو كتير اختبارات كانت صعبة لكن الاختبار اللي كان صعب جدا هو الطبخ الطبخ في حال كنت حاسس انها انت عندك ليه طاجين لا حفزت الطاجين الطاجين كان اصعب حاجة من ذلك الطبخ بالنسبة للطبخ طبقتي ايه الحاجة اللي انت تعلمتيها او اكتر حاجة تعلمتيها ويمكن من كلام دكتور حنان هنا انه في مهام بعد كده على ملكة جمال العرب بمسألة ان هي بتاخد كل المهارات دي وبيتم او ان هي بتوعي بعد كده المجتمع يعني ليها دور في المجتمع فانت ايه الحاجة اللي انت شايفة انك اكتسبتيها في هذه المسابقة وشايفة ان انت شايفة او شايفة انك عايزة تواعي المجتمع العربي بها ومجتمع بلدت به اولا اشياء عديدة تعلمناها في المسابقة اللي غيرت شخصياتنا واول حاجة اللي انا كتسبتها بزاف هي التقة بالنفس التقة بالنفس عامل اساسي للمرأة لما المرأة بتكون عندها تقة نفس بتكون عندها قدرة انها تتعايش في مجتمع عربي صحي يعني تقدر تأدي واجبات بزاف اما بدون تقة النفس كتحس المرأة دائما انها ضعيفة طب ايه اللي زود ثقتك بنفسك من خلال المسابقة يعني ايه الحاجة اللي خلت ثقتك بنفسك تزيد من بعد ما دخلت المسابقة الاساس اللي اللي كانوا معانا علمونا كيف نتكلم كيف نقعد يعني في في اماكن كيف نتمشل كات ووك يعني علمونا كيف نحب نفسنا وهذا كان عامل أساسي خلانا نحب يعني تزداد ثقتنا بنفسنا هو فاكرة ايه اللي تقلق عشان تحبي نفسك يعني فاكرة تقلق ايه عشان تحبي نفسك رازمت دائما تعلمي نفسك وتقولي لنفسك ايام كوين دي خلتني يعني احس بثقة بالنفس واتحد نفسي واعطي احسن ما عندي كان في المسابقة طيب دكتور حنان انا يعني اعايز برضو يعني انا عايز اكمل على السؤال في حتة دور المسابقة دي في المجتمع لانا حضرتك قلت انه هي ليها دور حاجات كتير جدا اجتماعية بعيدا عن الدين والسياسة وليها دور ايه دور اللي هدي المسابقة بتعمله وايه دور المتوقع كمان من مش بس الفائزة لكن كل اللي بتشارك فيه هدي المسابقة اولا احنا عندنا تاريخ طويل جدا في دعم الاطفال سواء اللي هم المرضى او الاطفال اللي عندهم تفكك اسري او اللي بيعانوا من مشاكل الحروب المهرجان بتاعنا عمل دعم حملات كبيرة جدا من 2006 لغاية دلوقتي ويمكن اللي بيتابع هيقدر يعرف ان احنا عملنا حاجات غير عادية وغير مسبوك احنا عملنا حملة 30 الف طفل في الجنوب اللبناني وقت ما كان فيه مشكلة في لبنان وطلع استقبلني السيد رئيس الجمهورية اميل لحود بنفسه والسانيورة ورشيد الصلح لانه كان انا عملة حملة كبيرة جدا بالاتفاق مع مجموعة من الجمعيات الخيرية اللي موجودة في انجلترا وفرنسا ومصر ولبنان يعني كان شيء كبير جدا عملت المصر كمان حملة 15 الف طفل عملنا للعراق عملنا لسوريا للاطفال اللي موجودين في مخيم الزعتاري وطلعت معهم ملكة جمال عرب ندين فهد ايامها وعملت لهم دعم عملنا 57 اكتر من مرة عملنا دعم عملنا الاطفال اللي بيعانوا من مشاكل النطق والكلام ده يعني لو حضرتك رجعت غير اننا كل سنة مع الملكات بنعمل حفل كبير جدا للامهات في مصر في عيد الام وحفلة تانية للاطفال في ابريل يعني على مدار السنين احنا كنا لسه الهم كانت بتزور وهي هنا في مصر بتزور جماعيات لكبار السن وجماعيات لاطفال الايتام لسه يعني يمكن الاخبار لسه بتنزل ده على صعيد للتشاريتي بنعلم الملكات انه هما يكون لهم دور في المجتمع دور قوي جدا لدعم الاطفال وكبار السن الجانب الاخر للمسابقة وهي مسابقة داخل مهرجان السياحة العربية بتعمل على تنشيط السياحة العربية على مصر وربط مصر بالدول العربية سواء على مستوى التبادل الثقافي او التبادل الخدمي بين الدول عملنا حمالات كانت حمالات كبيرة جدا سعدت مصر وقت الازمات يعني انا عملت حفلات في شارم الشيخ جا فيها 18 مطرب من العالم العربي لدعم السياحة في شارم الشيخ وقت ما حصل موضوع الطيارة الروسية عملت في شارم الشيخ وقت ما كان فيه مشكلة كبيرة في طابة ودرب الطابة لمن 2006 عملت حملة ولا يهمك يا مصر حملة تنشيط السياحة النيلية على لقصر واصوان بالاتفاق مع وزارة السياحة المصرية ومحافظة لقصر ومحافظة اصوان واخدت البنات عملوا رسالة سلام من المراكب اللي كانت متوقفة في النيل وما كانتش بتتحرك مهم يعني بالنسبة لك التواجد في المجتمع والتواجد في القضايا المجتمعية عملت حملة وحشتونة وده طبعا معروفة جدا على مستوى العالم العربي وجبت المصر مجموعة كبيرة جدا من الاتفاقيات على زيارة مصر وقت أزمة السياحة 2013 يعني البنت مش بتتخرج كملكة جمال وتفضل قعدة لأ ده عندها برنامج تنشيتي مع عندها برنامج خيري عندها برنامج تصقيفي عندها هدف وفي حاجة كمان مش عايزة أطول يعني في حاجة كمان إن البنت أصلا عشان تتقدم في المسابقة وتنجح هي بيبقى عندها مشروع مجتمعي بتقدمه لمن ضمن الحجات هم بيعرفين القصة دي من قبل ما يخش هنعرف من إلهام انت في الوقتي هدفك إيه إلهام أو إيه اللي انت نوي عليه بعد ما فوزتي بلقب ملكة جمال العرب أولا بعد اللقب إن شاء الله حابة أدخل مجال التمثيل ولكن بالنسبة للقب أنا ما كانش فقط لقب أنا بالنسبة لي هو الجمال مش هو ملكة جمال العرب هو إنسانية فأنا حابة بزاف ندير بزاف الأعمال خيرية أنا نعبر على أن الملكات جمال العرب مش فقط جمال هم بعد بيساهموا في الإنسانية وبيساعدوا المجتمع وبعدها ألجأ لمجال التمثيل كنت عارفة وإنت داخل المسابقة إنه هيبقى ليك يدور اجتماعي ودور في مش بس مقتمع بلدك ولكن كمان على مستوى المنطقة كلها كنت عارفة هذه والبرنامج اللي أنت كنت يعني الدكتور حينجل بتقول إنه كان فيه برنامج لكل مشاركة لهذه المسابقة كان برنامج بتاعك شكل عامل كان على موضوع العصر كورونا المشروع بتاعك كان على كورونا كان على مساعدة الناس اللي ما عندهاش إمكانيات في الجائحة ديالكورونا أننا نساعدوهم في العلاج نساعدوهم في الأجهزة الطبية أننا نجمع تبرعات بزاف لأنه في ناس مش باستطاعتها أنها تقدر تقدر كان حاصر كان ناس ما بقعتش كتخدم كانت أمور صعبة بزاف ناس ما قدرواش يكمل حياتهم طبيعية فكان مشروع ديالي نساعدو هاد الناس اللي ما عندهمش الإمكانيات أننا نساعدوهم بالعلاج بالأكل بأي حاجة احنا استطاعتنا نقدموها طيب إلهام انت قعاتي في مصر فترة وجيزة فأنا دايما أي حد أجنابي عن البلد بحب دايما نسأله إيه حاجات للحبابة في مصر إيه حاجات لزارها إيه أكتر الأكلات اللي كانوا حببها غريبة فعلا عن بلده أولا أنا بالنسبة لمصر بلدي الثاني وبحبها قوياني ثانيا أنا الأكل المصري هو متنوع بس أنا أكتر شيء بحبه هو الفراخ المحشية حسنت هتقول متعب آه والله هوا متعب هو الحمام المحشية هي وصالنا اسمها فراخ محشية هي حمام محص أنا كنت نسا عايز الفراخ المحشية مجيلا حمام محشية لا الفراخ عندنا طعبانة قوي لو الحمام محشية الحمام محشية دي أكتر حاجة حبيتيها الحمام محشية بالنسبة لأكلاتنا الشعبية أكتر حاجة حبيتيها فيها عافة أكلاتنا الشعبية آه الكوش شاري صح آه وعجبني كوش شاري والحري يا كريم وفول الطعام آه وفول بطاة وقت المهرجان وقت اليفنت نفس وقت التصمك وندواءهم برضو حاجات مصرية هو طبعا الأكل بيبقى دايت قوي يعني كل الأكل أكتر عايز أسأل يعني معلش الأكل محشي وقت فيه في نظام تغذية معين بتمشي عليه يعني معتقدش أن الحمام المحشي داخل في النظام دا لا بنعمل day off يعني أكلت الأكل دا في اليوم العف طب والدايت بتبقى استراجت قوي بتلتازم جدا مع الرياضة يلتازم جدا وقت الكامب بيبقى فيه يعني فيه كمان دكتور تغذية معانا والأمور بتبقى ماشية يعني وساعات بالليل قوي كده يقولولي احنا جعانين بيكونوا خلاص أكلوا زبادي وتفاح وكده أصلا من الحمام محشي الزبادي احنا بعد قوي عمان حمام محشي وزبادي على طف فأنا قلبي بقى كأم وكده ساعات بعمل تسري يأخد حاجة كده جربت المحشي إلهام جربت ايه رائيك جميل جدا لا ما عندنا احنا معروفين بالطاج بالطواج بالأكل المحشي لا ما عندنا المحشي العراق العراق هم اللي عندهم شيخ المحشي أنا طبعا بقى يعني مع السنين بقى بقى طبعا في الأكل لأن البنات جنسياتهم مختلفة تماما مع السنين عرفت كل بلد يعني المتشابه معنا واللي مختلف عننا خالص هو كمان دور المسابقة يعني أنا شايف إلهام هي مثلا تعرفت على الثقافة المصرية أكتر من خلال الحاجات الثقافية زي الأكل يعني جزء من هذه الأمور يعني دور المسابقة في أن هي تجمع كل الثقافات العربية كده في خليط ما هو ده هدف برضو من الأهداف أنه بيحصل زي تلاحم كده بين كل الامتزاج بين كل الثقافات العربية المختلفة ويمكن أنا بقعد أسمع حديث البنات يمكن في حاجات الحاجات اللي هي مثلا في لبنان غير الحاجات اللي في اليمن دي بلد عربي ودي بلد عربي مختلفين تماما حتى في الملابس ممكن الحاجات اللي بنعتبرها في لبنان عادية ممكن تبقى في بلد تانية دي مش عادية خالص يعني طب الهم أنت كان معيكي كذا حد أو كذا متصابقة من جنسيات مختلفة مين أكتر جنسية حسيت أنها قريبة جدا من المغربية أو الثقافات مش بعيدة وعارفين نتعامل مع بعض ومين حسيت إحنا ثقافاتنا بعيدة قوي عن بعض أو فيه اختلاف بيّن يعني ما بقدر أرد في السؤال إنه كلهم صديقاتي وأنا حسيت إنه إحنا كمتسابقة نفس التقافة يعني متقاربين جدا فيه اختلاف بأشياء بسيطة ما كانش يعني أشياء كبيرة ديفرنت لأ كنا قريبين من بعض كتير ما حسيتم لأسأل السؤال لحد ثقافته مختلفة آه يعني ممكن نسأل السؤال بطريقة تانية إنه إيه أكتر مثلا حاجة تعلمتيها جديد مثلا عن ثقافة ما كنتيش عارفاها أو فيه ثقافة جدا أنت تعرفت عليها في المسابقة آه يمكننا ثقافة المصرية أنا في الأول كنتي مش جدا يعني بعرف أمور كتيرة بس لما قيت مصر تعرفت على حاجات كتير 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 أول شيء الطبخ الأكل الناس أنا أعلم لك اختبار في مطبخ وراك دراك نحن نشوف الطبخ المصري رأى أخبار وإن أنت لو قلت تعلمت حاجات جدا على مصر تعلم سمعت التاريخ بتاعها عرفت على كانت صديقتي للمصرية تتكلم كتير على ذهب تعرفت على ثقافة يعني حسيتها ثقافة كبيرة يعني إحنا ما كناش يعني بنعرف كل الأمور دي مع أنه إحنا الدول قريبة من دور ترويجي كمان لمصر دكتور حناني يعني أنه هذه المسابقة إزاي قدرت أن هي كمان مش بس لمصر لكل الدول ولكن أن هي تعمل ترويج للسياحة وللحضارات العربية إزاي شفتي رد الفعل على هذا الترويج والتسويق ما أنا زي ما قلت لحضرتك هو كون أن المسابقة تبقى مسابقة مصرية الختام بتاعها بيتم في مصر هنا كل البنات بيجوا معاهم عائلتهم وأسرهم وأصحبتهم وبيتكلموا في دولهم عن أن هما جايين على مصر فبيحصل ترويج لأن وقت الإيفنت مش بس بيكون في الملكات بس هما اللي موجودين لا بيكون في كمان مصممات أزياء عرب جايين يشاركوا ميك أب آرتست من العالم العربي كله شركات تجميل سيدات أعمال تاتبات وشاعرات عايزين يحضروا في لجنة التحكيم أطباء أطباء تجميل كتير جدا كانوا عندي وأسنان في لجنة التحكيم بيحبوا يجوا يشاركوا كونوا متوجدين قوي في ملكة جمال العرب وحريصين جدا على التجمع ده فالموضوع مش بس على يعني التلاحم ده أو الامتزاج ده مش بس على مستوى الملكات المشاركات لا على مستوى العالم العربي كله بكل الطواقف اللي فيه حاجة تانية أنه كل وكيل من الوكلة اللي موجود في المسابقة في الدولة العربية بتاعته بيبدأ يسوق لوجود مجموعة من الوفود تكون موجودة معاه هو جاي يعني مثلا وكيل مثلا العراق بيجيب وفد مثلا ده على سبيل المساء وفد من العراق من مجموعة من الناس المختلفة يحضروا الإيفانت وده لما بيكونوا موجودين بعمل لهم أنا بقى برنامج سياحي جنب الإيفانت يعني الإيفانت خلاص احنا المسابقة أو التصابق بيحضروا حفلات الختام لكن أثناء ما بيبقى البنات في التدريب والترينينج وكده الناس دي عندها برنامج سياحي طلعوا بقى يروحوا على النيل ونوديهم الأهرامات ونوديهم المعارض والمتاحف والكلام ده بيبقى زي حاجة بقى ضنشطية بجوار المسابقة ونشكرك جدا يا دكتور حنين شكرا ونشكرك جدا إلهام وقالش مبروك على فوزك بلقب ملكة جمال العرب ليل السنة دي أو السنة اللي فاتت ألف مبروك لكم وقالش مبروك على المسابقة ونشاء الله السنة الجاية نبقى في تطور وتطور دائم برسي جيت شكرا دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة شكرك جدا يا كريمة لأ وجودك معي النهاردة ونشاء الله هنكون معيك بكرة تاني في حلقة جديدة من صباح الورد شكرا